الحمد لله والصلاة والسلام على مغلانا رسول الله وآله وصحبه شابية العزيز نخلد اليوم بكل اعتزاز الذكر الخامس والعشرين لاعتلائنا العرش وخلال هذه السنوات حققنا والحمد لله العديد من المكاسب والمنجزات في مجال إصلاحات السياسة والمؤسسية وترسيخ الهوية المغربية كما أطلقنا الكثير من المشاريع الاقتصادية والتنموية والبرامج الاجتماعية لتحقيق التماسق الاجتماعي وتمكين المواطنين من الولوج للخدمات الأساسية وآمننا كذلك على تكريس الوحدة الترابية وتعزيز مكانة المغرب كفائل وازن وشريك مسؤول وموثوق على الصعيدين الجهوي والدولي شابية العزيز إنما حققنا يعطينا الثقة في الذات والأمل في المستقبل إلا أن التحديات التي تواجه بلادنا تحتاج إلى المزيد من الجهود واليقظة وإبداع الحلول والحكامة في التدبير ومن أهم هذه التحديات إشكالية الماء التي تزداد حدة بسبب الجفاف وتأثير التغيرات المناخية والارتفاع الطبيعي للطلب إضافة إلى التأخر في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة في إطار السياسة المائية متوالي ستة سنوات من الجفاف أثر بشكل عميق على الاحتياطات المائية والمياه الباطنية واجعل وضعية المائية أكثرها شاشة وتعقيدة ولمواجهة هذا الوضع الذي تعاني منه العديد من المناطق لاسيما بالعالم القروي أصدرنا توجيهاتنا لسلطات مختصة لاتخاذ جميع الإجراءات الاستعجالية والمبتقرة لتجنب الخصاص في الماء وما فتعنا نشدد على ضرورة التنزيل الأمثل لكل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي ساهم والحمد لله في التخفيف من حدة الوضع المائي ونظرا للتزايد الاحتياجات والإكراهات نلح على ضرورة التحيين مستمرة لآليات السياسة الوطنية للماء وتحديد هدف استراتيجي في كل ضروف والأحوال وهو ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين وتوفير 80% على الأقل من احتياجات السقي على مستوى التراب الوطني وفي هذا الصياق لا بد من استكمال برنامج بناء السدود مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة وطبقا لمنظورنا استراتيجي الإرادة والطموح ندعو لتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحوال المائية من خوض وادلو واللوكوس إلى حوض أم الربيع مرورا بأحوال سبو وعبير قراق وهو ما سيمكن من الاستفادة من مليار متر المكعب من المياه التي كانت تضيع في البحر كما ستتيح هذه المشاريع توزيعا مجاليا متوازنا للموارد المائية الوطنية ويتعين كذلك تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر حسب البرنامج المحدد لها والذي سيستهدف تابئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب سنويا وهو ما سيمكن المغرب في أفق 2030 من تغطية أكثر من نصف حاجاته من الماء الصالح للشرب من هذه المحطات إضافة إلى سق مساحة فلاحية كبرى بما يسهم في تزيز الأمن غدائي للبلاد وذلك على غرار محطة الدار البيضاء لتحلية الماء التي ستكون أكبر مشروع من نوعه بإفقيا والثانية في العالم التي تعمل 100% بالطاقة النظيفة ويبقى التحدي الأكبر وإنجاز المحطات المبرمجة ومشاريع الطاقات المتجددة المرتبطة بها في الآجال محددة دون أي تأخير ولأن إنتاج الماء من محطات التحلية يستجب تزويدها بالطاقة النظيفة فإنه يتعين التعجيل بإنجاز مشروع الربط الكهربائي لنقل الطاقة المتجددة من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال في أقرب الآجال وفي هذا الصدد ندعو للعمل على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء وإحداث شعب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين إضافة إلى تشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة في إنجاز وسيانة محطات التحلية وهنا نؤكد من جديد أنه لا مجال لأي تعاون أو تأخير أو سوء تدبير في قضية مصرية كالماء جابير عزيز أمام الجهود مبدولة لتوفير الماء للجميع علينا أن نصالح أنفسنا بخصوص عقلنة وترشيد استعمال الماء لأنه لا يعقل أن نتم صرف عشرات المرايين لتابعة الموارد المائية وفي المقابل تتواصل مظاهر تدبيرها وسوء استعمالها الحفاظ على الماء مسؤولية وطنية تهم جميع المؤسسات والفعاليات وهي أيضا أمانة في عنق كل المواطنين إننا ندعو السلطات المختصة للمزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي وتفعيل شرطة الماء والحد من ظاهرة استغلال المفرط والضخ الأشوائي للمياه كما ندعو بقوة المزيد من التنصيق والانسجام بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية لا سما في فترات الخصاص مع العمل على تعميم الرأي بالتدقين وفي نفس الإطار نوجه الاعتماد برنامج أكثر طموحا في مجال معالجة المياه وإعادة استعمالها كمسطر مهم لتغطية حاجيات السق والصناعة وغيرها ونود أن نكون أخيرا على ضرورة تشجيع الابتكار واستثمار ما تتيحه التكنولوجيات الجديدة في مجال تدبير الماء وفيما يخص الأقارم الجنوبي المملكة فقد ساهمت محطات تحلية المياه التي تم إنجازها في النهوض بقوة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة إذا نوجه لستوسيع محطة الدخلة والرفع المستقبلا من القذى الانتاجية للمحطات الأخرى وذلك باعتماد على المؤهلات الكبيرة من الطاقات النظيفة التي تسوفر عليها هذه الأقاليم وذلك بما يستجيب لحاجيات ساكنة ولمتطلبات القطاعات الانتاجية كالفلاحة والسياحة والصناعة وغيرها شابي العزيز إن الاهتمام بالأوضاع الداخلة لبلادنا لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشاب الفلسطيني شقيق وفي صفتنا رئيس لجنة القدس أمينا على فتح طريق غير مسبوق لإيصال المساعدات الغدائية والطبية الاتجالية لإخواننا في غزة وبالنفس الروح للتزام المسؤولية نواسل دعم مبادرات البناء لحلول عملية منموس ودائم لإطلاق بارجة الوضع الإنساني تفاقم الأوضاع بالمنطقة روج من منطق تدبير إلى منطق العمل على إيجاد حدث لهذا النزاع وذلك في وراء التالي إذا كان التوصل على وقف جزة أولوية عاجلة يجب أن يتم بموازات سياسي كفيل ودائم في المنطقة إن اعتماد المفاوضة من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تطلب قطع الطريق على المتطرفين من أي جهة كانوا ثالثا إن إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة ين يكتمل إلا في إطار حل الدولتين تكون في غزة جزءا لا يتجزع من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة وآصمتها القوز الشرقية الشابية العزيز إن المساهمة في تنمية الوطن وفق الدفاع عن مصالحه العليا وقضاياه العادلة يمؤسؤولية جميع المواطنات والمواطنين ونود هنا أن نؤبر عن اتزازنا بالجهود التي تبدلها كل القوى الوحية والفعاليات الوطنية في القطاعين العام والخاص من أجل تقدم وتنمية البلاد ولا يفوتنا أن نخصص بالإشادة والتقدير كل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة الترابية والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تفانيهم وتجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره كما نصرح بكل خشوع للأرواح الطائرة لشهداء المغر الأبرار وفي مقدهم جدنا ووالينا المنعمان جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواهما وخير الختام قوله تعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر